القراءة تعد من أهم المهارات التي يكتسبها الأطفال في مراحلهم الأولى حيث تلعب دوراً محورياً في تنمية قدراتهم العقلية وتوسيع آفاقهم بينما تسهم المناهج الدراسية في تعليم الأطفال الأساسيات الضرورية فعند القراءة خارج المنهج تمنحهم فرصة للتعلم بطرق مختلفة وأكثر إبداعية مشاهدين لكن في مجتمعنا اليمني ليست هذه الثقافة سائدة مع الأسف الشديد رغم أهميتها في تعزيز قدرات الأطفال على التفكير النقدي ويزيد من إبداعهم وخيالهم مشاهدين في هذه الفقرة سنتحدث مع ضيفتنا المدربة والمستشارة النفسية والتربوية لطيفة الحذيفي حول أهمية قراءة الأطفال الكتب خارج المنهج الدراسي وطرق تحبيب الأطفال للقراءة وغيرها من المحاور فحياك الله أستاذة وأهلا وسهلا فيك في ديوان بلقيس الله يحييك ويسعد وقاتكم بالخيرات حيا شاء الله أستاذة لطيفة بداية إذا ما تحدثنا عن تشجيع الأطفال للقراءة ما همية أن نشجع أطفالنا على القراءة؟ بداية يعد تشجيع الأطفال للقراءة يعد استثمارا لهم حيث ينمي عندهم مهارات لا تقدر بثمن ويكون لديهم نجاح في المستقبل من الناحية الشخصية والأكاديمية والمهنية في المستقبل أيضا له فوائد عديدة في جميع قوانب نمو شخصيتهم أيضا ويخلق عادة للقراءة بشكل مستمر إضافة إلى أنه يغرس عندهم حب التعليم والتعلم الذاتي ومهارة البحث العلمي عندما يكبرون كذلك يزيد عندهم الفهم الثقافي إضافة إلى أنه يقلل التوتر ويشتت الفكرة المقلقة مما يساعدهم على الاسترخاء وأيضا يعزز الجانب الأكاديمي إضافة إلى أنه يقوي الروابط الأسرية خاصة إذا كانت الأسرة تعمل وتحدد كل يوم مع بعض القراءة هو أطفالها وتناقش هذه المواضع بكل حب ومرح هنا يقوي من الروابط الأسرية بينهم كذلك هذه أهميته كما قال أحد الكتاب أحد الكتاب قال ممكن أن تستغني عن وجبة الغذاء لكن لا يمكن أن تستغني عن وجبة القراءة وذلك لما أهميتها وتطورها على القانب العقلي من حيث أنها تحفز الدماغ وتزيد من الروابط العصبية كلما قرأ الطفل منذ صغره إلى أن يكبر أيضا كذلك تزيد من تحسن الانتباه والتركيز لديه أيضا تجعله يقرأ قراءة ناقدة ويساعده على مهارة حل المشكلة أيضا إلى قانب توسيع الخيال والإبداع هذا في القانب العقلي أما تطوره وتؤثر على الجانب اللغوي من حيث أنه تزيد لديه المفردات وتحسين الوعي الصوتي خاصة يفهم الأصوات وكيف يمكن أن يجمع هذه الأصوات لقراءة كلمة ثم جملة ثم عبارة ثم فقرة أيضا يساعد للفهم اللغوي كلما قرأ أكثر كلما فهم ما قرأه بشكل أسرع وكذلك يساعد بالأخير على أنه يستطيع القدرة على التعبير بطلاقة لا تجد شخص أو طفل مثلا عنده القدرة على التعبير إلا إذا كان قارئا ومتمرس على القراءة منذ صغره أيضا له تأثير ليس فقط على هذه القانبين أيضا القانب الاجتماعي والعاطفي ينمي ثقته بنفسه يقدر ذاته أيضا كذلك يفهم مشاعر الآخرين ويتعطى معهم سواء من أنه عندما يكون فيه موقف حزين أو مسرور لأنه من خلال هذه القراءات تنمي لما لها من أهمية في ذلك طيب أستاذة لطيفة البعض يخالف هذا الرأي ويقول أن قراءة المنهج الدراسي تكفي لتطوير مهارات الأطفال أولا حاب نعرف رأيك في هذا الأمر ثانيا إلى أي مدى القراءة خارج المنهج لتنمية قدراتهم وكذلك الشغف القراءة بشكل عام طبعا المنهج الدراسي لا يفي بالغرض خاصة أن الطفل يقرأ علشان فقط ينجح والدليل في ذلك عندما مثلا توقف ينتهي العام الدراسي ويبدأ عام قديد خاصة للصفوف الأولى ترى الأطفال كأنهم أول مرة يتعلمون هذلك القراءة تكون عندهم صعوبة بسبب أنهم متقيدين في المنهج الدراسي فقط لا غير أما القراءة خارج منهج الدراسي لتلبية شغفهم يتح لهم فرصة تجربات أنواع مختلفة من الكتب أيضا يتح لهم المتعة في القراءة بطريقة لا يمكن أن يوفرها المنهج الدراسي من خلال أنهم يستطيعون اختيار الكتب التي يقرؤونها بكل حرية أيضا توفير محتوى يثري مثري يشبع شغفهم في القراءة كذلك أنه يساعد في تخفيف الضغط الأكاديمي كما قلنا سابقا أنه كلما قرأ الطف منذ صغيره إلى أن يكبر بمرحلة متواصلة يخفف الضغط الأكاديمي يصير المواد الدراسي عنده سهلة الفهم والاستيعاب كذلك يحس لديه مهارات الاستماع والتحدث يصبح شخصية مستمع جيدا ومتحدثا لبقا نعم لكن سيدة رطيفة فيما يتعلق بالأطفال طبعا التعاون مع الأطفال ليس بالأمر السهل خاصة أنك تحببه في القراءة والقراءة هي مثلا بتأكيد معقدة فيما يتعلق التعاون مع الرموز وشك وفك الشفرات وأيضا المعاني المرتبطة بالكلمات ما هي الطرق الأنسب لتشجيع الطفل خاصة في المراحل العمرية المبكرة لتشجيع الطفل على القراءة وحب القراءة وتحولها إلى ارتباط عاطفي معه يمكن من خلال اتباع عدة وسائل مثلا التركيز على الجانب الإيقابي للطفل وعدم الإكراه يعني لا نجعلها كأنها واجب وفرض عليه بحيث أن يكره القراءة لكن نحاول عن طريق تحبيبه للقراءة بشكل تدريقي وتعزيزه لها أيضا من خلال أن نحول هذه القصص عن طريق قراءة القصص نحولها إلى ألعاب مثلا أن نقعله مثلا نقرأ له قصة ثم نشجعه أن يقوم بتمثيل هذه القصة بحيث أنه يستمتع في القراءة كذلك من خلال تشجيعه أنه يتم مشاركة الكتب التي قرأها مع زملائه سواء كان فيها مع أفراد العائلة سواء زملائه في الحارة أو في المدرسة أو في المسجد حتى يتم مناقشة ما تم قراءته هذا الشيء يشجعه على أن يستمر في القراءة أيضا من خلال تشجيعه على أن يعمل نهاية القصة معينة من خياله أو مثلا إنشاء قصة خاصة به مثلا أن يوفر له دفتر مذكرات لكتابة القصص أو الأشياء التي يتم كتابتها وحيانا إذا كان مثلا الطفل في مرحلة طفولة لا يستطيع أن يكتب ممكن مثلا عن طريق تسجيلات صوتية لإنشاء هذه القصة أو طريق كتابة والديه لهذه القصة حتى يستمر في الكتابة لأنه عندما نقرأ للكتابة الأقانب نلاحظ أنهم كانوا متعودين على القراءة منذ الصغر يصل إلى عامر 10 سنوات أو 11 سنة فهو قد بدأ بتأليف الكتب وهذا دليل عنه أنه تم الاهتمام من القراءة بشكل متواصل منذ صغره أيضا ممكن أدمق القراءة بينشطة أخرى مثلا عندما يخرج للشارع ممكن أن نجعل الطفل أن يقرأ اللافتات الموجودة في الشارع أو الكتابات خاصة نحن مليئ أشياء مثيرة ممكن أن يقرأها العبارة التي معلقة على الباصط أيضا عندما يخرج يذهب إلى المطاعم ممكن أن نقع له هو من يقرأ قائمة الطعام ممكن أن يشاركه في اختيار الأطعمة أيضا من خلال ممكن أن نجعل الطفل أن يقرأ أن يتفاعل مع القصة أو نسمعه كتب صوتية ونتناقش معه بهذا القانب حتى ينمي جميع حواسه أيضا من خلال ممكن أن نقع للقراءة مثلا مشاركة تفاعلية من خلال طرح الأسئلة على القصة التي يقرأها ونشجعه أن يستنتج على أحداث ومقريات هذه القصة بطريقة مثيرة طيب أستاذ لطيفة بالنسبة هذه للطرق لكن بالنسبة للأنواع الكتب المناسبة لكل الفئة الأمرية كيف يمكننا اختيار الكتب حسب الفئة الأمرية؟ يعني لو تعطي المشاهدين بعض النصائح في هذا الأمر وهل هناك مثلا معايير معينة يجب اتباعها مع كل الفئة الأمرية؟ طبعا يتم اختيار الكتب على حسب معرفة اهتمامة الأطفال وحسب المهم العقلي والعاطفي وذلك من خلال المعايير التالية الملاءمة العمر قد يكون ملاءمة العمر الزمني مع العمر العقلي أحيانا طفل يكون مثلا في عمر السابع سنة عمره الزمني لكن عمره العقلي قد يكون عمر ثمان سنوات أو ست سنوات على حسب العمر الزمني العقلي للطفل يتم اختيار الكتب أيضا من خلال القاذبية البصرية يتم اختيار الكتب التي فيها أشكال وصور ملونة تكذبه للقراءة أيضا من خلال يمكن اختيار الكتب التي فيها لغة سهلة وسلسة وأسلوب بحيث أن اللغة تكون سهلة يقرأها الطفل بكل ريحية وبأسلوب ممتع ومشوق يعني بحيث أنه إذا تم أخذ كتاب أو قصة يتم قراءتها إلى أن ينتهي أيضا من خلال مثلا اختيار الكتب التي فيها تدل على القيمة الأخلاقية أو القيمة التعليمية التي تساعده مثلا القيمة الأخلاقية تعليمية الطفل كيف احترام الآخر كيف ممكن تمييز السلوك الصح عن السلوك الخطأ ممكن مثلا كيف يعطف على الصغير كيف ممكن يقدم المساعدة لزملائه إذا احتاجوا ذلك القيمة التعليمية التي مثلا تساعده في تعليمه في القراءة الكتابة أيضا ممكن يختيار من ضمن التنوع في المنهج مما يثري حواسط طفل واستمتعيه في القراءة يعني أستاذ اللطيفة أيضا من سياق حديثي أن هناك نمو عقلي ونمو جسدي ما الأشياء التي تؤثر على الطفل لها علاقة بالقراءة أنت هي تحدثتي يعني ما الأشياء التي تؤثر على هذا النمو العقلي أو النمو الجسدي التي تساعد لأن الطفل تكون هناك فرقات فردية بين الأطفال يعني اشرحي لنا حول هذه النقطة أكثر طبعا للطفل أو لأي شخص في هذه الحياة له أربع مكونات مكونات له القانب القسمي العقلي الاجتماعي العاطفي طبعا لكل قانب له غذاء خاص به والغذاء ذلك يعني يشترك معه القانب الأخرى مثلا الغذاء القانب القسمي يتم الاهتمام به من خلال مثلا الأكل الملبس بالصحة وكذلك الغذاء لمن يتغذى الطفل القانب القسمي أيضا يشارك فيه القانب العقلي ينمو فيه القانب العقلي أيضا القانب العقلي ينمو من خلال القراءة القراءة بشكل مستمر بحيث أنه إذا تم القراءة هنا يتوسع ويزيد من خياله والتحفيز الروابط الدماء وتزيد الروابط العصبية لديه أيضا قانب القراءة أيضا تنمو من خلال القراءة ينمو القانب العقلي وينمو أيضا القانب الاجتماعي والعاطفي مما يجعله الشخص يشعر بثقة بنفسه ويقدر ذاته بالتأكيد طيب أستاذة لطيفة معلش الوقت داهمنا وفي سؤال مهم أنا حاب أسأله وانت عارفة نحن في زمن السوشال ميديا والتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي اليوم الأطفال المقبلين على استخدام الهواتف مثلا ما رأيك بإدخال التكنولوجيا اليوم كجزء من تشقيع الطفل على القراءة بعيدا على الطرق التقليدية يعني مثل الكتب الإلكترونية أو التطبيقات التعليمية ما رأيك هل تشقيع على هذه الخطوة؟ طبعا مادم احنا في عصر التكنولوجيا والتقدم الحديث أكيد لازم استخدامها بطريقة صحيحة مثلا تنزل فيه برامج مفيدة يمكن يتعلم الطفل من خلاله القراءة في بعض برامج يتعلم فيها الطفل مسميات الأشياء يتعلم فيها الطفل أصوات الحروف يتعلم ربط الكلمة بالصوت فيها أشياء تعلمه وتطري خياله لكن إذا تم استخدام مثلا التكنولوجيا بعيدا عن القراءة مثلا باللعب فقط لا غير بالألعاب الإلكترونية فقط دون البرامج التعليمية هذا الشيء ممكن لا يساعده في تعلم القراءة لكن فيها برامج تساعد في تعلم القراءة وبشكل مستمر وتحب الزهوم نعم إذن شكرا جزيلا لك المدربة والمستشارة النفسية والتربوية لطيفة الحذيفي كنت معنا حول هذا الموضوع وشكرا لك على هذه النصائح الجميلة فيما يتعلق بحب القراءة وكيفية التعامل مع الأطفال وتحدياته شكرا لك اشتركوا في القناة